دائما ما أسمع اعتراض المسلمين على نشيد الأنشاد وفي الحقيقة لا أفهم لماذا يعتردون سأحاول في هذا المقطع أن ألخص مجمل الاعتراضات والرد عليها ببساطة وعقلانية بعيدا عن لغة المشاعر التي يرددونها وللتذكير فقط هناك مدرستين تفسيريتين على الأقل لنشيد الأنشاد هناك المدرسة الحرفية والمدرسة الرمزية الاعتراض الأول أنه لا يليق بالله تعالى أن يتكلم بكلام الغزل يقول المسلمون أن الله منزه عن أن يتحدث بكلام الغزل كلمات مثل مثلا ليقبلني بقبولات فمه عيب يقولها الله هل الله يقول ليقبلني؟ عيب الله لا يقول هذا الكلام أبدا وللجواب أقول أن المعترد يخلط بين شيئين هناك كلام الله المباشر وكلام الله غير المباشر ويسمى النقل الإلهي كلام الله المباشر مثل قوله أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر هنا الله يقول أنا الرب كلام مباشر من الله لكن مثلا حين ينقل لنا كلام فرعون لشعبه يقول كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونه هذا في سفر الخروج إذن هذا ليس كلام الله المباشر الله لم يأمر الناس بطرح الذكور في النهر فرعون هو من أمر ولكن وحي الله سجل لنا أو نقل لنا قول فرعون ونقل لنا حوارات كثيرة بين أناس مختلفين هذه الحوارات لا تسمى كلام الله المباشر بل هي وحي غير مباشر لأنه نقل فقط يوجد في القرآن أمثلة لهذا فامرأة العزيز مثلا قالت ليوسف هيت لك فهل هذا كلام الله؟ هل الله يقول هيت لك؟ لا طبعا ففي نظر المسلمين هذا كلام الله نقلا لا مباشرة يعني هو مجرد ناقل الحوار لا صاحب الكلمات نفسها وقال على لسان قوم قارون مثلا إن الله لا يحب الفرحين فهل الله قال في القرآن أنه لا يحب الفرحين أم نقل لنا حوارا بين قارون وقومه إذن المعترض يخلط بين اثنين بين الكلام المباشر والكلام المنقول هذا أولا فهل سفر نشيد الأنشاد هو كلام الله المباشر أم هو نقل لحوار بين اثنين هو نقل لحوار بين اثنين بين حبيب وحبيبتي هل يجوز لله أن ينقل لنا حوارا بين اثنين مثل هذا؟ نعم يجوز إن قال المسلم لا يجوز فنقول له لقد نقل الله في نظاركم حوارا دار بين امرأة العزيز وبين يوسف فهي راودته يقول القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك كلمة جنسية راودته عن نفسه كلمة جنسية تعني تحرشت به جنسية نقل لنا أيضا الكفر قول فرعون مثلا أنا ربكم الأعلى هذا شرك فهل يجوز في نظركم أن ينقل لنا الله حوارا جنسيا فيه محاولة للزنا وفيه تحرش جنسي وينقل لنا كلام الشرك والكفر ولا يجوز له أن ينقل لنا حوارا فيه الحب وهنا أفتح قوسين أقول الحب الحلال لأن الكتاب المقدس لا يشجع أبدا على الزنا يشجع فقط على الحب الحلال بين حبيب وحبيبتي في إطار المقدس الاعتراض الثاني لا ينقل بالنسبة للمعترض يقول لا ينقل الله لنا حوارا فيه كلمات الحب بين اثنين دعوني هنا أتبنى التفسير الحرفي أن هذه قصة حب بين حبيب وحبيبتي نقلها لنا الوحي الإلهي لأن لو كانت مجرد رمز لو تبنيت تفسير الرمزي انتهى الحوار هنا ولا يعود هناك مجال لهذا الاعتراض للتوضيح سأتبنى التفسير الحرفي ما العيب أن يعلم الله الرجل والمرأة الطريقة السليمة للتعبير عن حبهما لبعض في إطار حلال عن طريق نقل قصة لهما يعبر فيها الحبيب لحبيبته بعبارة الحب وتعبر الحبيبة لحبيبها بنفس الطريقة هل هذا عيب؟ إن كان الذي خلق لنا الأعضاء التناسلية وخلق فينا الرغبة الجنسية وخلق في الرجل الشهوة للمرأة أو خلق في المرأة الشهوة للرجل لا يحق له تعليمنا الطريقة السليمة للتعبير عن الحب فمن سيعلمنا إذن؟ لماذا خلق فينا هذه الغرائز إن كان سيتركن لأنفسنا دون دليل ودون إرشاد؟ إذا لم يعلمك الله ستتعلمها من طرق أخرى وأن تكون طرقا سليمة هل الله يستحي من تعليم الإنسان مغازلة حبيبته؟ أو الحبيبة من مغازلة حبيبها؟ وكأنك تقول لي أن صانعا صنع آلة فيها بعض القطع ولم يضع في الكاتالوج كيفية استخدام بعض هذه القطع من العابة تصنع شيء دون الدليل لكيفية استخدامه استخداما صحيحا إذا قال مسلم نعم الله لا يقوم بذلك وهذا ليس مجال التعاليم الإلهية هنا سأضرب المثل من الإسلام ألم يعلم القرآن المسلم كيف يجامع أو يضاجع زوجته؟ لقد قال القرآن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وبحسب المفسرين هذه الآية تعلم الأوضاع الجنسية المسموح بها فهل يحق لله في الإسلام أن يعلمنا الأوضاع الجنسية؟ ولا يحق له أن يعلمنا الحب الذي يسبق العملية الجنسية؟ ما الأفضل أن يعلم الله الإنسان أن يقول لحبيبتي في الحلال يا حمامتي في محاجئ الصخر؟ أم يقول لها تعالى يا حرتي آتيك في أي وضعية شئتي؟ لم يتوقف الإسلام عند تعليم الوضعيات الجنسية بل علمنا أيضا الكلمات التي تقولها أثناء الممارسة الجنسية أثناء الجمعة أن تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا علمنا محمد أيضا المداعبة والقبلة حيث قال لا يقع عنا أحدكم على امرأتي كما تقع الباهيمة وليكن بينهما رسول قيل وعمر رسول يا رسول الله قال القبلة والكلام فهو الرسول يعلم المسلمين القبلة والكلام الحميمي قبل الجماع بل هناك أبواب خاصة في كتب الحديث تسمى أبواب آداب الجماع فهل يحق للمسلمين أن يعلمهم الله ورسوله وضعيات الجماع ما يقولونه أثناء الجماع آداب الجماع ولا يحق للمسيحيين أن يعلمهم الله آداب الحب كلام الحب أليس هذا ظلم للمسيحيين وكتابهم؟ الاعتراض الثالث لا يمكن أن يكون هذا كلام الله لأن فيه عبارات جنسية البعض يقول قال البعض لا يمكن أن يكون كلام الله فيه عبارات جنسية وهذه الاعتراضات عادة تصدر عن أناس لا يعرفون الإسلام مع العلم أنه لا يوجد ذكر في سفر نشيد الأنشاد لا يوجد ذكر للأعضاء التناسلية يوجد ذكر التذي مثلا والسرة بينما لا يوجد ذكر للفرج أو لعدو الرجل ومع ذلك يعترض المسلم ويقول بأن كلام الله لا يمكن أن يكون فيه كلام عن السرة والتذي والقبلة لكن ما رأي المعترضين أننا لو استخدمنا نفس المنطق لا رفضنا القرآن في الأول لأن فيه كلام أكثر من هذا بكثير القرآن تحدث عن الفرج والفرج أسعب من التذي في الحديث عن هذه الأعضاء حيث يقول القرآن مثلا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا المسلم يقبل أن الله نفخ في فرج مريم ثم يتحدث عن رفضه للقبلة بين حبيبين أيهما أسعد النفخ في الفرج أم القبلة سيقول قائل أه الفرج هنا هو الجيب أقول لهم لا تضحكوا على الناس الفرج هو الجهاز التناسلي للمرأة لأن القرآن يقول مثلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم هل هم حافظون لجيوبهم إلا على أزواجهم؟ الفرج ذكر على الأقل سبع مرات في القرآن ولم يذكر ولا مرة واحدة في نشيد الأنشاء فما الاعتراض إذن؟ أما الثدي فذكر بمصطلحات أخرى في القرآن والمعنى واحد ذكر عن الحور وكواعب أترابة الكواعب هي النهود أما الحديث فحدث ولا حرج فقد ذكرت الرضاع من الثدي ذكرت تفاصيل العذو الذكري ذكرت تفاصيل الحور العين في الجنة تفاصيل الممارسات الجنسية معهن فهل يحق للمسلمين أن يعلمهم الله ورسوله ويتحدث لهم الله ورسوله عن الأعضاء التناسلية عن تفاصيلها ويذكرها ويوقد فيهم الشهوة للحور العين حتى يحفزهم عن العبادات الإسلامية ولا يحق للمسيحيين أن يحتوي كتابهم أو كتابهم على تفاصيل الجسد التي يتغنى بها الرجل في حبه لحبيبته الاعتراض الرابع ألم يجد الله أفضل من هذا الكلام للتعبير سمعت من بعض المسلمين هذا السؤال ألم يجد الله تعبيرا أفضل من هذا أذكركم أن نشيد الأنشاد حوار منقول بالوحي وليس وحيا مباشر ومع ذلك أسأل ما هو العيب في استخدام كلمات الحب في قصة بين حبيب وحبيبته ينقلها لنا الوحي فالحب أفضل معاني السامية للبشرية وعبارات الحب بين الرجل وحبيبته من أفضل الكلام الذي يمكن أن يقال فكم من الأشعار قيلت كم من المذاد سال كم من الآلام عنها الناس بسبب الحب الناس تبحث إلى اليوم عن الحب في الأغاني في الأفلام الرومانسية في المسلسلات في كل مكان لو لم يكن الحب مهما ما كان الإنسان ليبحث عنه في كل العصور بهذا الإلحاح بل حتى الجنس هو من أقدس المقدسات التي جعل الله في قلوبنا الرغبة فيها لأن وسيلة الحياة والحياة مقدسة عند الله وما خجلنا من عوراتنا إلا بسبب الخطيئة في نظر المسيحية بسبب شعورنا بالذنب حتى الإسلام بحسب تعاليم الإسلامية والمسيحية أن الإنسان كان عريانا وما كان يخجل من عريه صار يخجل من عريه بعد عصياني في الكتاب المقدس يقول فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانا في القرآن يقول فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فليس العيب في الكلمات ولا العيب في أجسادنا بل العيب في ضميرنا الذي تلوث وأفكارنا التي تنجست فالحب جيد والجنس جيد والعواطف جيدة ولكن أين تستخدم هذا هو السؤال الكتاب المقدس يوصينا باستخدامها في مكانها المقدس لأنه من وصايا العشر لا تزني وأيضا ولا تشتهي مرأة قريبك والله يهتم باحتياجاتنا الروحية والجسدية والعاطفية ولذلك لم يتركنا فريسة لأي تعاليم خاطئة بشأن الحب بل علم الحبيب كيف يخاطب حبيبته من خلال قصة نقلها لنا الوحي المقدس فلا ينبغي أن يكون اعتراضنا على الحب وكلماته بل ينبغي أن يكون اعتراضنا على استخدامه في غير مكانه الاعتراض الخامس هل يمكن أن تقول هذا لأمك أو أختك يعترض بعض المسلمين على الكتاب المقدس بهذا السؤال هل يمكن أن تقرأ هذا الكلام أمام أختك أو أمك وكأن ما يمكن أن تقرأه على أختك يعتبر كلام الله وما لا يمكن قراءته هو ليس كلام الله فالله يوحي فقط الأشياء التي نستطيع قراءتها على أمهاتنا وأخواتنا معيار غير علمي على الإطلاق لأن الإسلام نفسه يكسر هذه القاعدة بقوله لا حياء في الدين وتعليم الحب جزء من الدين فلا حياء في الحب أيضا لكن ليس كل ما أوحاه الله يليق لكل الناس وكل المناسبات فلا يمكن أن تقرأ آيات حزن في فرح أو آيات وعيد في موقف تشجيع ينبغي أن نراعي المناسبات فآيات نشيد الأنشاد هي للحبيبي وحبيبته ولذلك غالبا ما تستخدم حتى عند اليهود في الأفراح وفي الزواج وهي حتما تنفع أمي مع زوجها وتنفع أختي مع زوجها وتنفع المؤمنين في فهمهم المعاني الروحية السامية للحب وليس مطلوبا مني أن أقرأها لأختي لأنها لم تكتب لهذا الأمر فعلاقتي بأختي تحكمها آيات أخرى تتعلق بالمحبة والإكرام للأهل والأقارب وهكذا لعوني أستخدم نفس المنطق تجاه الإسلام هل تستطيع أن تقرأ هذا لأمك أو أختك؟ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا هل يمكنك أن تقول لأختك نساؤكم حرت لكم فأتوا حرتكم أن ناشئتم؟ بشرط أن تفهم أمك أو أختك ما تقوله لأن الاختباء وراء الفصحة لا ينفع هل تستطيع أن تقرأ عليها قول الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك؟ ستقول لهذا حديث نعم ولكن كلها تعاليم إلهية في نظرك جاءت لتعليم الناس أمور دينهم فهذا من المهام التي بعث الله محمدا في نظاركم لإتمامها فهل نتخذ الأخت والأم وعدم قدرتنا على التحدث بهذا الأمر أمامهما هو المقياس أم أن الحق حق من الله حتى لو خجلنا من قوله بحكم علاقاتنا الاجتماعية المعقدة أرجو أن نفهم جميعا أن الحب مقدس والجنس مقدس وأن اعتراض الناس لا ينبغى أن يكون على الجنس أو الحب بل على سوء لاستخدام لهما والكتاب المقدس يحط على الحب وعلى الجنس في إطاره الذي حدده الله منذ بدء الخليقة بين آدم وحواء إلى اليوم وينهى عن الاستخدام السيء للحب والجنس حتى لا يفقدها القدسية الإلهية التي جعلها الله فيهما نشيد الأنشات يدخل في إطار الحب المقدس لا الحب المدنس والسلام لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة